موسيقى وهذا الملكوت أحبائي بيبتدي بالاختبار المبارك عندما نتوج المسيح ربا ومخلصا وملكا على حياتنا عندما يقول الكتاب المقدس أو قال يسوع لنيقديموس معلم اليهود هنا في مدينة أورشليم القدس الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت الله فدخول هذا الملكوت الشرط الأساسي أنه لازم تولد من فوق تولد ثانية لازم تولد من الروح القدس اليهود طبعا أساءفهم مفهوم الملكوت أساءف مفهوم توقيت هذا الملكوت وأساءفهم طبيعة هذا الملكوت والهدف من الملكوت ظنوا أن الملكوت أن المسيح سيأتي ليطيح بالإمبراطورية الرومانية الرومانية ويثبت مملكته من أورشليم ويحكم كل الأرض ويسود هذا الملكوت طبعا البر والعدل والسلام كما تنبأت الأنبياء عن الملكوت الآتي أو الملكوت المستقبلي فإذن أحبائي هذا ما كانوا يتوقعوا اليهود من المسيح الآتي أو المسيح القادم إذا بتتذكروا عند بحير الطبرية لما يسوع أشبع الألاف في إنجيل يحنى الإصحاح السادس مكتوب أرادوا أن يخطفوه ويتوجوه ملكا لكن المسيح جاء ليخلص الخطى لكنه سيرجع ثانية ليملك وليدين الأحياء والأموات عند ظهوره كما يقول الكتاب المقدس